اشتركوا في القناة بطلا للدور العام المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد الفوز الذي حققوا على نادي الاتحاد السكندري وخسارة نادي بيرامدز من فريق سيراميكا كلوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف ولم تتوقف سلسلة انتصارات النادي الاهلي بعد الفوز الثلاثة وعشرين الذي حققوا على الاتحاد السكندري هذا الموسم بنتيجة في اللقاء المؤجل الذي جمع ما بين الفريقين على استاد برج العرب هذا الفوز رفع رصيد النادي الاهلي الى 75 نقطة في صدار جد والترتيب الدوري العام المصري وخاض النادي الاهلي تسعة وعشرين مباراة في الدوري فاز في تلاتة وعشرين مباراة وتعادل في ست مباراات دون ان يتلقى اي خسارة حتى الان ويتبقى للنادي الاهلي خمس مباريات في رحلة استعادة لقب الدوري الى عام المصري الذي فقده خلال الموسمين الماضيين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك ويحتاج النادي الاهلي الى نقطتين فقط من خمس جولات لاستعادة لقب الدوري الى عام رسميا علما بان مباراة القادمة ستكون امام نادي الزمالك في مباراة القمة وفي حال فوز النادي الاهلي في لقاء القمة يوم الخميس المقبل سيطوج الفريق الاحمر بلقب الدوري بشكل رسمي وطوج النادي الاهلي قبل لقاء القمة في هذه المباراة بعد فوز فريق سيراميكا كلبطرة على فريق برامنز بنتيجة اتنين واحد في يوم الاسنين و يتبقى للنادي الاهلي في الجولات الاخرى المتوقية المقاولون العرب وحرس الحدود وبرامنز والمصري البورسعيدي من اجل حسم لقب الدوري وشعدت مباراة قمة سابقة ما بين الاهلي والزمالك حسم لقب الدوري الى عام المصري وكان اخرها في موسم 2003-2004 عندما توجى نادي الزمالك بلقب الدوري للمرة الحداشر في تاريخه فعضو مجلس ادارة حقق اللقب للنادي الاهلي ففي 20 يونيو 1980 وتحديدا في القمة رقم 46 بمطولة الدوري الى عام المصري في الجولة قبل الختمية استضاف نادي الزمالك تاني الترتيب برصيد 44 نقطة غريمه التقليدي النادي الاهلي المتصدر برصيد 46 نقطة في استاذ القاهرة ونجح النادي الاهلي وقتها في حسم لقب الدوري الستاشر في تاريخ وعلى حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك في لقاء القمة الذي حسم بنتيجة 2 1 وسجل جمال عبد الحميد للنادي الاهلي هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية قبل ان يضيف مصطفى عبد الهدف الثاني في الدقيقة 15 واستطاع حسن شحية تقليص الفارق للزمالك قبل نهاية المباراة ب15 دقيقة وانتهت المباراة بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف ليحافظ النادي الاهلي على لقب العام التاني على التوالي المرة 16 في تاريخه والخامس تحت قيادة المجاري هدي قوتي طبعا كلنا نعرف ان جمال عبد الحميد لاب لنادي الاهلي ونادي الزمالك وعضو مجلس ادارة في نادي الزمالك في الفترة الحالي وهدف ميهوب جعل النادي الاهلي يتوجب الدوري العام المصري ففي موسم 1988 1989 نجح النادي الاهلي في حسم لقب الدوري العام المصري للمرة 22 في تاريخه بفضل الهدف الذي سجله على ميهوب في شباق غريم التقليدي الزمالي وجاء هذا الفوز ليمنح النادي الاهلي لقب الدوري في هذا الموسم لاسيما انها كانت المباراة الختمية للبطولة ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالي هذا الفوز رفع رصيد النادي الاهلي الى 54 نقطة في المركز الاول وبفارق خمس نقاط عن الوصيف نادي الزمالي وعلى الجانب الاخر عرفت مباريات القمة ما بين الاهلي والزمالي في بطولة الدوري العام المصري وحسم النادي الزمالي لقب الدوري على حساب غريم التقليدي في ثلاث مناسبات سابقة هو الاخر فقمة ما بين الدوليين نجح فيها نادي الزمالي في التتويق ففي 13 يوليو 1984 تعادل الزمالي مع الاهلي في القمة 54 لبطولة الدوري الى عام المصري ليتوج نادي الزمالي بطلا للمسابقة للمرة الخمسة في تاريخه وقيمة الاهلي والزمالك في ختام مباريات الاسبوع الاخير لمسابقة الدوري الى عام المصري موسم 1983 1984 والحاسمة للق حيث دخل نادي الزمالك المباراة ومتصدر برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الاهلي والاهلي دخل المباراة والنجوم الخطيب ومصطفى عبد وطاهرة وزيد ومجد عبد الغني اضافة الى سابت البطل وإكرامي ومختار مختار المصابين وفي نفس الوقت لعباء الزمالك منقوصا من اهم لعبه وهم عدل المأمور وابراهيم يوسف وبدر حامد ومحمد حلمي وكان على النادي الاهلي ان ينفوس يستقر الدرع في قلعته بالجزيرة بينما كانت تعدل كفيل بعادة لقب الدوري الى ميط عقبة انتهب بتعدل القطبين في ذلك الوقت بنتيجة 22 وتم تدويج نادي الزمالك باللقب الخامس في تاريخه وهنذهب الى بطولة فارق الاهداف حسب نادي الزمالك بطولة الدوري العام المصري لموسم 1987 1988 بسيناريو تاريخي مصير حيث نجح نادي الزمالك وقتها في تحقيق منتدى تاريخية والفوز على المتصدر النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الاخيرة من عمر المسابقة ليرتفع رصيد نادي الزمالك الى 53 نقطة بنفس رصيد النادي الاهلي ويطوج بالمسابقة بفارق الاهداف وسجل نادي الزمالك في ذلك الموسم 43 هدف واستقبل 8 اهداف فقط ليحقق فارق تهدي في زائد 35 مما منحه اللقب بفارق 8 اهداف عن النادي الاهلي الذي سجل 37 هدف واستقبل شباك و10 اهداف وتقدم الاهلي في القمة عبر شمس حامد في دقيقة 22 من عمر الشروط الاول للمباراة وقبل نهاية الشروط الاول بخمس دقيق نجح الصعد احمد الشازدين في تسجيل هدف التعديل وفي الشروط التاني نجح الزمالك في حسم اللقب بتسجيل هدف التتويج برأسية بعد مضية 8 دقايق في عمر الشروط التاني من كرة عرضية قبلها حمادة عبداللطيف في المرمى وفي قمة 2003-2004 شهدت سيطرة من جانب نادي الزمالك على لقاءات القمة حيث فاز على الاهلي في المباراتين خلال الموسم وتخطى لقاء الزهاب بهدف نظيف لجمال حمزة وفي لقاء العودة الاهلي بهدف مقابل هدف اهرز النادي الزمالك بشير التابعي وعبدالحليم علي وسجل هدف الاهلي الوحيد محمد ابو تريكا الذي دون اول اهدافه في شباك نادي الزمالك وتكون دوري هذا الموسم من 14 فريق وانهى الزمالك المسابقة بطلا بفارق 9 نقاط كاملة عن منافسه التقليدي النادي الاهلي وحسم النادي الزمالك درع الدوري خلال هذا اللقاء وفي هذا الموسم جمع نادي الزمالك 68 حيث فاز في 21 وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر ابدا وفي المقابل جمع النادي الاهلي 59 نقاط وحقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاط وكذا يكون خلص الفيديو بتاعنا النهار دا اللي كان بيتكلم عن خمس مباريات قمة فاصلة حسم فيها الدوري للنادي الاهلي ونادي الزمالك ففي النهاية بنبارك النادي الاهلي على الفوز بالدوري العام المصري في هذا الموسم موسم 22 22 23 ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مباراة القمة التي ستلعب يوم الخميس الموافق 13 27 22 23 عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهار دا مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدي